خبز الساوردو بالخميرة الطبيعية بدون عجن بدقيق متعدد الاستعمالات خبز كتير خفيف وطري ومقرمش طبعا متل ما شايفين هذا دقيق متعدد الاستعمالات من السوق بروتينه جيد لا بقس فيه انا بالصح انه تستخدمه دقيق جيد اول شي مضيف الماء هون ماء الا البرودة كونه لسه بعدنا بفصل الصيف مضيف الو هيدا الدقيق متعدد الاستعمالات بعدين نبدأ بالخلط او بالمكسينج انا عبستخدم سباتيولا ايد او الفلكسبل سكريبر ممكن تستخدمه اي اداية موجودة عندكم الحديث ما تتكون كتلة من العجين بهالشكل هيدا منريح لمدة ساعة بعدين منضيف اليها الخميرة الطبيعية الناضجة الخميرة طبيعية سائلة بعدين منبدأ نخلط بايدين بهالطريقة هاي هذا مجرد خلط حتى تندمج الخميرة مع العجين لمدة دقيقتين ثلاث دقائق بعدين منضيف الملح انا عبستخدمهم ملح الوردي تبع الهملاء يمكن استخدموا ملح بحرية او اي ملح موجود عندكم بعدين منضيف متبقي الماء هذا بسمو البسنج نبدأ نخلط المكونات كلها مع بعضها بالطريقة هاي شوي شوي تدريجيا نعصرها بين صابعنا حتى نتأكد انه دخلت دخل السوائل الى قلب العجين وكذلك الملح داب وصار جوا العجين شوي شوي بالتدريج ناخد وقتنا ما في داعي للعجلي هون بعدين مجرد ما تشكلت نعطيها او نتأكد انه هي يعني كتلة العجين تشكلت بشكل كامل وما ضل في اي سوائل مننظف الحلاء منغطيها منتركها لمدة نصف ساعة بعد نصف ساعة منعملها stretch and fold شوفوا اديش هي رخوة مدوا طيب هالطريقة هاي مناخدها من تحت من الاسفل منمدة لاقصى حد بدون ما تتمزق طبعا نطويها على باقي العجين منغطيها منتركها كمان نصف ساعة منحرر الاطراف بسباتيولام بالايدنا من مد طرف العجين من الاسفل لفوق ومنقلبه على سائر العجين كذلك من كل الاطراف الاربعة اللي انتو شايفينها هذا الطيرق ام اثنين منغطيها ومنكرر نفس الشيء للطيرق ام ثلاثة بعد نصف ساعة نعملها نفس العملية stretch and fold زي ملاحظين كل مرة عم تقوى العجين اكتر من قبل وقوامها عم بقوى وبنيتها عم تكون متماسكة اكتر خلاص ما اكتفي بهالشي طبعا منغطيها بكيسة النيلون طبعا كل الوقت كنا عم نغطيها بين الفولد والفولد منغطيها بكيسة النيلون نتركها لمدة ساعة ونصف لا تخمر بدون ما يعني نعطيها اي فولد هلأ من بالسطح العمل بشوية ماي حتى يكون يعني ما تلتسق العجينة بايدينها ولا بسطح العمل هاي العجينة تقريبا رطبة منزلها باداة الاسباتيولا تبعيتنا طبعا مش بايدنا ما مخليها تتمزق منزلها باسباتيولا او بسكريبر بالاحرى من بالبنج سكريبر او سكينة العجين بشوية ماي كمان حتى نتجنب انه تلتسق بايدينها لانه العجينة ببنها تتمزق بهدا الحالة وانه بتضعف بيفرغ منها الهواء الحويصلة الهوائية بتطلع منها طبعا هون عم بستخدم الحلية نفسها بلا شوية ماي متل ما شايفين حتى انقل عليها العجائن كون الميزين عند صغير وبوزن بقلبها العجين العجين تقريبا 800 جرام كل حبة نوزن هون ننتأكد انه وزنوا كلها متساوية ونحطهن على جنب وبعدين نبدأ بالتشكيل الابتدئة او ال pre shaping ناخد كل عجين نعمله pre shaping بالطريقة او التشكيل الابتدئة هذا يعني مرحلة تدوير العجائن مندورها حتى نعطيها الشكل الدائري بصير اسهل اول شي بتبنيه يعني قوة للعجين قوة للعجين وكمان بتساعد على يعني اعطاء فورم او شكل نهائي للعجين لا يسهل بالنهاية انه نشكله للشكل المطلوب انه الشكل ما بيكون regular وصعب تشكيله اذا كان قطع من العجين هيك احنا بنعمل pre shaping وبعدين التشكيل النهائي طبعا هون مريحهم بعد ال pre shaping لمدة تقريبا نصف ساعة بينا ما منكون بهالوقات عم نرش دقيق ابيض مع نشا او يعني بودرة النشا نشا دراء انا عم بستخدم ممكن انتو تستخدموا دقيق الرز لانو بساعد على عدم الاتصاق دقيق لوحده ممكن ما يكفي فهو خلط بين النشا نشا الدراء وبين الدقيق الامح العادي ممكن تستخدموا ايه الامح الكامل كمان بيعطي النتيجة جيدة اوكي مشيه المتبقي طبعا فيني اربع سليل هاي العجنة انا عملتها او الوصف اللي حتشوفوها بي المكونات او المقادير حتشوفوها بصندوق الوصف هي لغيفين لكن انا هون عملت اربعة ترغفة لذلك هتشوفتوهم اربع فبضعفوا الكمية بتوصلوا لهي الكمية مرة وحدة يعني بتضعفوا المقادير برشة شوية دقيق باخد عجين بحرص انو ممزقوا بهالطريقة بقلبه على ايدي هيك وبشكله بهالطريقة هاي طبعا مثل ما شيفين كل التشكيل برأس اصابيعي طبعا هذا كله بياخد خبرة ووقت لكن مع الممارسة راح تلاقيوا نفسكم ترتاحوا اكتر بالعجين الراطبة بدون ما تلتصق بيديكن نشكلها ونتركها لترتاح على جنب بينما بتكون عم نشكل العجين التانية فالطيات القفلة من تحت بتسكر على وزن العجين منكرر نفس التشكيل للعجين الأربعة طبعا انا بسكر الاطراف حتى ما يفتحوا اصناء الخبز حتى يكون الفتح او البلوم او التفتح تبع العجين بس من الاعلى ما يكون من الاطراف او من الاكتف كما بيسموها بجيب السلة بقلب عليها العجين بتصير الجانب الاملس للأسفل متل ما شايفين كيف سكر الطيات كمان نفس الشي بالنسبة للعجين التاني بيجيب السلة نقلب العجين للناحية التانية الجانب الاملس بيكون لا تحت اذا كان في اي ماكن بده تسكيره بسكره من هلأ خلاص انتهينا بكمل طبعا مع العجين التالتي والرابعة نفس الطريقة انا دايما بخلي شوي دقيق على جنب يكون فوق العجين بعيد عني شوي حتى ما يعيق التشكيل لانه اذا دخل بالعجين بصير بعيق تشكيل العجين ما بيعود بسك العجين معي وانا عم شكله لكن او بخلي قريب مني بحال انه حتجت دقيق ممكن مرر ايديه على سطح العمل وهيك العجين بيعود بالتسك بيديه متل ما شايفين انا عم بمرر بين فترة وفترة ايديه على سطح العمل مشيه على جنب وهي العجين الاخيرة كون في شوي دقيق لكن مش كتير طبعا العجين نفس عليه دقيق انا رشيت عليه دقيق فبالتالي ما رح يلزق طبعا اذا الجو عندك الرطب بالمطبخ بكتير احنو انتو مت تغطوا العجين خليه شوي نشف هيك بصير اسهل لتشكيله بينما اذا كان العجين اذا كان فيه مكيف اذا كان فيه هوا لا لازم تغطوه طبعا بمنشفه بمنشفه مش ضروري مبلولي ابدا خاصة بفصل دافة ورطب منشفه تكون عادية بقلب العجين طبعا كما شايفين مسكر اي اطراف للعجين حتى ما تتفتح وهدول ان الاربع عجين حصفهم جنب بعض وتشوفوهن تهينا منن ممتاز هدول الاربع عجين طبعا اغطيهن حطهم بالبراد لتاني يوم لمدة اتناعشر ساعة على الاقل بالتلاجة بالبراد يعني بحطهم شوية دقيق على الوجه بغطيهم طبعا باكيس نيلون وبحطهم بالبراد تاني يوم بحمي قدر لمدة تقريبا نصف ساعة للاقل لاربعين ديئة على حرارات ميتين واربعين يعني اعلى حرارة ممكن تصلولها برش شوية تسميد على وجه الدقيق على وجه العجين يعني او سامولينا حتى ما يلزق على البقعر طبعا هو منتبه هاي النقطة لانه لما نشرخ العجين ونغطيه القدر بيكون كتير ساخن فمنتبه على ايدينا نفضل نعمله على كده على ورق خبيز وبعدين منحطه بعد مرور عشرين ديئة منكشف الغطى هيك كنتفخ الرغيف منرجعه على مرة تانية منشوف انه بعد عشرين لخمسة عشرين ديئة صار مكتمل الرغيف طبعا بدون غطى على نفس الحرارة العالي طبعا هيك صار جاهز منقصه هلا ومنشوفه اسمعوا الصوت منها تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد شوفوا قديش مقرمش كتير طيب هذا الخبز خفيف من جوا وطري ومقرمش من بره الخبز كتير طيب وسهل للتحضير ما بده عجن بدقيق متعدل استعماليات بتمنوا تجربوا ان شاء الله تستفيدوا شكرا كتير لمتابعوا مع السلامة